كيف كانت فرصة للقاء مع فخامة الرئيس؟ ويصون الحقوق هو الدستور حقيقة المجسد لمطالب الشعوب العربية جميعها بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وأيضا كانت فرصة للتحدث مع فخامة الرئيس حول التعاون بين الإسكوا وتونس خلال المرحلة المقبلة للعمل على عدة جبهات منها محاربة الفقر، تحقيق التنمية الاقتصادية، زيادة معدلات النمو وبناء المؤسسات ودعمها بالمهارات والكوادر والدراسات اللازمة الأسكوا كما تعلمون هي الذراع الإقليمي للأمم المتحدة في المنطقة وهي ذراع المعني بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبدعم عملية التكامل الإقليمي ونحن سعداء جدا أن نطلق تقريرنا الأول حول التكامل العربي من تونس بعد هذا الإنجاز الكبير الذي حققته الجمهورية التونسية ترجمة نانسي قنقر